لعبة معاك كان عامل ازاي؟ نفس المباراة الاولى بالظبط حتى انا كنت متطمن للعيبة نازلة تلعب كرة بس يعني انا بعد المباراة الاولين لما شفتهم لما ركزوا في الكرة وهمش علاقة بالتحكيم خالص او اعتراضات او اي حاجة لعب كرة وكان ماتش حلو الماتش التاني نفس الحكاية لما لقيتهم بيلعب كرة من اول دقيقة وما فيش اعتراضات وما فيش اي قلل حاجات العادية يعني بتاع الطبيعي يعني مفيش تجاوز مفيش اي حاجة فلا جالي ثقة الحمد لله اللي الماتش هيعدى على خير يعني لعبت الفرقتين ساعدوك جدا جدا في اللقاء طبعا طول ما اللعيبة كابتن بيركز في الكرة بس والتعليمات اللي بيواخدها من المدرج في حد كان بيعترض كتير من هنا او من هنا لا الحقيقة ما فيش بس لقطة كده من الوينش حاجة بسيطة يعني القملة اللي كنت بتبعتها دي اللي احنا جبناها كان لحد من اللعيبة ده كان جنش وكابتن احمد عبد مقصود كان بيقول لي في لعبة كده انا محاس عبتهاش ده كان ما بين الشوتين لا ده في اخر الشوت الاولاني وانت طالع اه فهو عمال لي كده فروح تلديل وعادي ومال ومقبولة جدا على فكرة بينك وبين اللعيب اللي علاقة تبقى طيبة ما فيش مشاكل خالص بالضبط ده ده كمان يا كابتن بداني طمأنينة للناس متجوبة معك حتى لو انت غلط لا الناس مستجيبة معك